السلام عليكم ورحمة الله معكم كوتر من قناة بيتي في كندا سعيدة بلقياكم مرة أخرى مع وصفة جديدة ان شاء الله اليوم غادي نديروا الدجاج في الفران بواحد طريقة جد مختلفة أكيد أكيد غا تنال إعجاب ديالكم وتستحق التجربة النصحكم تجربوها في البيوت ديالكم را تجي رائعة وغا تدمش عليها وغا ترحموني عليها راهقع الوصفات اللي درت لكم ديال الدجاج حاجة وهدي حاجة أخرى لا علاقة بجميع الوصفات اللي شفتوا في القناة ديالي ان شاء الله على بركة الله غادي نبدأ وغادي نحتاجوا أنا يدرت هنا جوج صدورة ديال الدجاج بالظهر ديالهم ولكن هاد القياس اللي غادي ندير معاكم غادي تقدرو تستعملوه في جوج ديال الدجاجات فغادي نحتاجوا قيمة واحد زلافة ديالة القصبر مع دنوس مقردين كما كتشوفوا تقريبا واحد تلتميات ميليليتر حتى تلتمية وخمسين يعني زلافة صغيرة غادي نحتاج كذلك الزيتون زيتون غادي نحتاجوا واحد الخمسة المعالقة كبار من الزيتون الأخضر اللي غادي نقطعوه رقيق كما كتشوفوا غيب غيب الموس قطعوه شوية رقيق ولا بغيتوا تستعملو طحانة كهربائية لكم الاختيار كذلك غادي ناخد واحد الحامضة مصيرة حامضة مرقدة وغادي نقطعها بالجلوف وباللب ديالها غادي نقطع حرقيقة حتى هي وغادي نضيف لهم كذلك واحد الربعة حتى الخمسة ديال الفصوص ديالتهم يكونوا حتى هما مبشورين يكونوا مقطعين صغار او لمحكوكين غادي نزيدوا لهم كذلك زيت الزيتون واحد تقريبا واحد ثمانين ميليليتر بالضبط اللي هو تقريبا ربع كأس ديال العنبة ما غاديش نحتاجوا الماء بزاف غادي ندير تقريبا واحد الخمسة ربعة حتى الخمسة ديال المعالق ديال الماء الماء عادي من الروبيني غير باش يطلق لنا شوية الشرمولة كذلك الملحم طبيعة الحال على حسب الضوء قدرت هنا تقريبا معلقة كبيرة انما ننسوش انه الدجاج كيكون مغسول بالحامض والملحة بالنسبة للتوابل غادي ندير معلقة كبيرة ديال الكامون معلقة كبيرة ديال بابريكا ومعالقة كبيرة ديال الخرقوم اللي هي كتعادل 15 ميليليتر من كل توابل من كل تابل عفوا من بعد كذلك غادي نحتاجوا سكين جبير والبزار معلقة صغيرة من كل حاجة اللي هي 7 ميليليتر بالضبط اللي عندها المعالقة ديال العبارة قد تستعملهم غادي نخلط كل شي نخلطه مزيان نتأكد انها الشرمولة كلها تجانسات ليا بشكل مزيان مناسب اللي بغا تدير الطحانة الكهربائية الاشواغ الكهربائي ممكن لها كدلك تستعملوا غير هونا كان فضل تجي مقطع بهذا الشكل كتجي احسن غادي نحيد واحد جوج معالقة جانبا وغا نزيد معالقة صغيرة من الفلفل الحار اللي هو فلوكون دو شيلي بالفرنسية على حسب الضوق غا نشرح لكم علاش لانه غادي تجي شرمولة حارة لداخل في الجاج وهديك الشرمولة اللي حيت غا نستعملها في الخضراء والخضراء انا ما بغيتاش تجيني حارة باش يقدرووا الدراري ياكلوها يقدرو الوليدات الصغار ياكلوها يلا ما كانش عندكم وليدات صغار تقدرو يعني تزيدو مباشرة هذاك الفلفل الحار وتستعملوه في الجاج وفي الخضراء على حسب يعني كل واحد وشنو كيف يفضل غادي ناخد الجاج جيالي وغادي نلبسوه مزيان بهديك الشرمولة كيما كاتشوفوه هنا معايا تقريبا النصف الاول درتوه في الجاجة اللولة والنصف الثانية غادي نستعملوه في الجاجة الثانية ونحاولو ندخلو الشرمولة تحت الجناوح لانه تحت الجناح تيكل عندنا صدر وصدر ما كتوصلو الشرمولة مزيان بهالطريقة مالي كتدخلي الشرمولة تحت الجلدة يعني يعني مبين الجلدة وصدر ديالك الدجاجة تحت الجناح مباشرة كتشرمل لك كتر صدر ديال الدجاج وكتدخلو الشرمولة غادي نحاول هنايا نسدهم باعواد العود ديالسنان اللي كيوغدوه هاد المرحلة هي اختيارية لانكما البنات هي لسا عملتو دجاج دجاج وافي غادي تربطوها وملي غا تربطوها ما غا تحتاجوش تديرو هاد العملية انا لانه الوليدات عندي ما كيبغيوش ليا الفخوضة ديال الدجاج فليهدا كنستعمل غير صدورة على هاد الشكل بحل اللي كتشوفو كنحيد الفخوضة وكندير غير صدر بالظهر ديالو ولكن الكمية راه نفسها ما غا تختالفش لانه راه نفس يعني الجوف ديال الدجاجة هنا يا راه كوشته الجوف يعني كامل غادي يكون نفسه في الدجاجة ملي غادي تكون وافية هاد هاد الوصفة راه هكا تجي ممتاز الضياف هاد هنا يا جوج ديال معالق اللي حيتهم جانبا غادي نغطيه ونخليه يرتاح على الاقل ساعة وحده او لا مل احسن نبيته في هديك الشرمولة بالاخص يلا كان عندي يعني الضياف غادي يجيوني غادي نستعمل هنا هنا البطاطا لانه غادي نديرها غير الولادة في الدار او مع ديك الجوج معالق اللي حيت ديال الشرمولة قبل وواحده الرشة ديال الملحة انك تعرفوا البطاطا كتخصها الملحة شوية كتر وإلا غادي جينا باسلة غادي نطيبهم في الفران ندير البطاطا في القعر ديال التنجرة كيما كتشوفو خليه تاديك الشبكة لتحت غادي نستفل البطاطا ديالي وغادي ندير فوق منها الجاش إلا كنتوا غادي تستربيوهم للضياف كيما قلت لكم ما غاديش يعني تقدوا تديروا البطاطا كذلك تهاية بحالة الشكل كتجيزوينة ولكن غادي بطبيعة الحال غادي نستربيو معها يعني مقبلات اخرين او لاشلا يدخرين فبالتالي طيبهم يعني على حيدا ما تطيبهمش في نفس الطنجرة مع الجاش كيبقى لكم الاختيار هادي فقط اقتراح غادي نسدع لهم في الطنجرة ديالي اللي غا ندخل الفران وغا نطيبوا واحد ساعة واربع تقريبا في فران متوسط الحرارة واحد الميتين درجة تقريبا اللي عندها يعني الفران العادي غادي تطيبوا يعني في واحد الحرارة متوسطة كيجي هدا هو الشكل ديالهم اللي كنزبدو من الفران اراها البطاطة كطيب مزيان ما تحتاجو تديرو لي حتى قطرة ديال الماء فقط هدوك الخمسات المعالق اللي درنا في اللول في الشرمولة وهنتما كيما كتشوفوا البطاطة رها كتجي طايبة وكتجي رطبة وكتطيب مزيان انا ما درتها لا فلما لا فتشي حاجة كان يعني مباشرة كيما شفتو راني مزيان ما خبيت عليكم تشي حاجة اللي درتو هو اللي صورت ليكم كيما كتلكم رها كتجي كيجي طبق ممتاز للعرايد وهدا الماء اللي كيبقى ليه في القعر ديال الطنجرة انا ما غاديش ندير يعني هديك المرقى غادي ناكلوه هكا بالفرشة غا ناكلوه بلا خبز لان البطاطرها غادي تعود لنا الخبز لهذا ما غاستعملش هديك المرقى نهائيا يمكننا كذلك نرافقوه بالروز انا هدا عادة كنديرو حتى الضياف كيما كتلكم ولكن بالنسبة للدار مع انا ولي داتي فضلت انا نديروه غير بالبطاطره بهذا الشكل لان الدراري كيبغيو ليه البطاطره غادي نرافقوه بوحد صالاته خضره عادية وخصوه مطيشا والخيار والبصله عادية صالات فخت كيجي دجاج رائع كيجي رطب وكيجي بنين ما تخافوش من صدره ما كيجيش ناشف الى التبعتو بالضبط طريقة كيف ما اعطيتكم الشر مولال داخل كتجي حارة واحد شوية ماشي بزاف فكيما كتلكم اللي عندها الدراري راه غا تحت هز الدجاج من الفوق وغا تعطيه ليهم ما يحتاجوش يكلو هاديك الشر مولا وولا كانو كيصبرو ليكم الحار راه حتى هو يعني كيجي لديد وماشي مشكين انتمنى ان شاء الله تكون الاقتراح ديال اليوم يكوننا الاعجاب ديالكم ويستحق فعلا التجربة تقو بيا هاد هاد الوصفة غادي لا علاقة باي دجاج كليتوه من قبل حاجة اخرى تقدو كذلك تدخلوه للفران تحمروه واحد شوية بوحدو بلابطاطا غير باش هاديك الجلدة تقرمش لكم شوية بالاخص اللي كنتو غادي تقدموه للضياف ويلا اول مرة كتدخلي القناة ديالي ما تنسينيش بالاشتراك ولايك الفيديو لانه كيستحق اللايك واحد الوصفة الرائعة اللي غادي ترحموني عليها نتمنى ان شاء الله تتجربوها في البيت ديالكم وما تنسوش كذلك تشاركو الفيديو مع الاهل والاصدقاء شكرا للمتابعة شكرا لتعالق ديالكم اللي كان فرح دائما بها الى كان اي استفسارنا دائما في الاستماع وكان نجاوب عليكم بأسف أسرع وقت ممكن كانت معكم كوتر الى فرصة مقبلة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله